مساء الخير في الجزء الأخير سنتحدث كيف استطاعت جيل جلالة أن تحلق إلى العالمية لقد حلق الأصبهاني وزملائه عالي في السماء أشهر المدن في العالم واكتسح مسارحها وعرفوا بالأغنية المغربية والعربية عموما فبال التكوين سنوات البحث وانطلقت المجموعة جيل جلالة من حفلات في مختلف أنهاء العالم وأصبح جيل جلالة رمز الأغنية الملتزمة في العالم العربي وفي المملكة العربية السعودية سنة ألف سنوات سنوات سبعين وفي طالع أسبوع التقع فيه المغربي سيشهد الجمهور أن ذاك أغنية جديدة ستعرف بالقدس وهي الأغنية التي تتميز بإيقائها الأورو المغاربي مع نصق سريع تشير كلماتها إلى حالة المذرية التي وصل إلى العالم العربي وهي أيضا دعوة إلى الوحدة العربية كما شاركت المجموعة في مجموعة من المهرجانات الإفريقية مثل المهرجان الإفريقي بالتوكيو سنة ألف سنة ألف ستواتمانين وحصلت على جائزة الأولى من إفريقيا إلى آسيا ومرون بأمريكا تاركة جل جلالة بسمتها وظلت خير سفير الأغنية المغربية الله ياملنا الأغنية الخالدة من بين مجموعة من الأغنية التي قدمتها فرقة جل جلالة وتبقى الله ياملنا وأكثر رواجا في العالم العربي إذ يطلبها الجمهور ويرددها ويحفظها عن ظهر قلب لقد تحولت هذه الأغنية إلى رمز الفرقة بأن قدمت مجموعة من الأغاني ذات البود الديني والصوفي سبحان الفرج نور الله قام الكورا البحرية بأدائها على قناة بسمة بطريقة شدت تونسيين وأصبحت في قلبهم شجونا للفرقة التي قابلت بالجمهور التونسي في مهرجان قرطاج الدولي إذا تحدثنا عن سنوات الانحضار بعدما حققت جيل جلالة شهرة واسعة في كل أنحاء العالم فاشلت في أن تتجنب هزة الخلافات فغادرها العديد من أعضائها ومؤسسيها والذين كانوا منذ البداية القلب النابض لمجموعة لقد كان الخلافات دار طبع مادي أساسا ثم بالدرجة الأقل تحولت إلى اختلاف في الرؤية حول الموسيقى المقدمة والمنهج المتشبع في الانتقاء الأغاني التوراتية هو ما ألد إلى انقسام الفرقة ما بين سنتي 1984 إلى 1994 فانقسمت الأمور تدريجيا وانشغلت طاهري والدرهم مثلا بالمشاريع أخرى ولم يتفرغ للفرقة ولم تصمت لحظة التي كانت تربط الأعضاء طوال طويلا فتراجع إنجاجه وصبحت الفرقة في غياب النسيان كانت الفرقة المغربية جل جلالة علامة فارقة في التاريخ الموسيقى المغربية والعربية فقد عرفت بالأغنية الملتزمة وكانت كلماتها وألحانها مرآة عاكسة لمشاكل عصرها الرحل الإصباحاني وزملائه على طريقتهم الحقبة الزمانية وزاخر بأحداث المهمة ومن أشهر أغانيها الشمع عربية وديب الغابة وآخرها من الأغاني المعروفة بها جيل جلالة حاولنا أن نتحدث عن رمز من رموذ الأغنية الملتزمة وهي جيل جلالة يعني للخدمات وسنتحدث عن مجموعة آخرين مثل المشاهب سيام مجموعات يعني برزوا في فترة وأعطوا الأغنية الملتزمة المغربية صدعها في العالم العربي ككل وسنتحدث عن كذلك عن مجالات أخرى مثل الملحون الغرناطي إن شاء الله بإذن الله الأهم من هذا أشكر كل من يساندني من المهتمين وباحثين وفنانين وأشكر أستاذي الكبير أستاذي عبد الوحدة طوني على دعمه المتواصل على نصحه على دعمه الدائم وعلى أنه دائما إلى جانبي أشكره من كل قلبي تحياتي لكم جميعا اشتركوا في القناة على ساشنف هناك Senator